في كمان قرار تم الاتفاق عليه داخل النادي الاهلي خلال الايام اللي فاتت عشان يساعدوا كهرباء في سداد غرامة نادي الزمالك ودي حكاية بتعرفين غرامة كبيرة طيب النادي الاهلي هيساعد كهرباء ازاي انه هو يسدد هزي الغرامة النادي الاهلي قالك عفواً لسه مجلناش برد يا جماعة والله لسه جايين وسلام والحمد لله وقدين فترة راعة طويلة بس يوا ممكن الاجواء يعني او شوية الحماس اللي خدناه مع حضراتكم النهاردة عشان النادي الاهلي الحكاية بتاعت كهرباء ايه ببساطة شديدة النادي الاهلي هيمد عقد كهرباء لمدة مسيمين اضافيين هيمد عقد كهرباء عقد كهرباء اصلاً هينتهى 24 طيب هيمده لـ 2026 العقد السنتيني الزيادة دول تمانهم كان 30 مليون جنيه انه هو هياخد في السنة 15 مليون جنيه في العقد الجديد وهو اصلاً بياخد 12 مليون يعني الاهلي هيزود له كمان 3 مليون في السنتين 25 و 26 فياخد 30 مليون دول ويساعدوه في تزديد الغرامة اللي عليه لنادي الزمالك وتخلص الحكاية دي حدوتة كهرباء او اخر الابديت او التحديث فيما يخص غرامة كهرباء وتزديدها لنادي الزمالك هيسددها 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 خلص دي حكاية خلص الحكاية دلوقتي في الاهلي ازاي سددها ازاي طيب